تعليم الفنية انطلاق نحو مستقبل افضل اشتركوا في القناة اهلا بكم وعزائي نطلاق التعليم الفني الصناعي في حلقة جديدة من حلقات التعليم الفني والنهاردة هنتكلم عن تخصص مهم جدا وتخصص نسيج احنا عارفين طبعا احنا عندنا في المنظومة السن desde التطبق جديدة وفيه منظومة قديمة ما زالت لسه موجودة في بعض المدارس النهاردة هنوجه الجزء اللي هنتكلم فيه للمنظومتين منظومة الجدارات والمنظومة العادية الأديمة طيب ازاي هنشبك موضوع في المنظومتين المنظومة الأولى المنظومة الجدارات هي طبعا هي العامة دلوقتي فيها موضوعات في بعض الوحدات بتشبه بعض الموضوعات الموجودة في المناهج الدراسية في المنظومة الأديمة فبالتالي الموضوعات المتشابهة اختصارا بدلا ما نعمل جزء للعام وجزء للجدارات النهاردة بنتكلم عن سنة اولى تخصص نسيج نظام جدارات ونظام عادي هنتكلم عن مادة تراكيب وهنتكلم عن الجزء الخاص بالانسجة البسيطة وهنتكلم عن الاطلس طيب نسيج الاطلس هو نسيج شكله ايه؟ هو نسيج في البداية على القماش شكله لامع او مسطح بمعنى صح اللي هو القماشة الستان زي ما احنا بنسميها في السوق يبقى انا هنا بتكلم عن اعمشة الستان او اعمشة اللي بتنسج بنسيج الاطلس والنسيج ده من الانسجة اللي ليها وضع خاص حتى في رسمها يمكن لما تكلمنا عن المبرض وعن السادة الانسجة كان ليها شكل يمكن السادة مسطح برضو بس مش بيلمع مش بيلمع لان فيه تقطعات كتيرة جدا ما بين الخيوط والحمال فبالتالي مش هقدر اطلع اللمعة اللي انا عاوزها نسيج المبرض نسيج الاشهر فيه النسيج ده هو الجنس او مش الجنس الجنس ظاهر فيها الخطوط المبرضية الميلة باشكالها بانواعها بحاجات كتيرة جدا اقدر ان اشوف فيها النسيج ده نسيج الاطلس هو نسيج من الانسجة البسيطة بس التقطعاته قليلة بمعنى اصح هو له وضع عشان حتى حط التقطع ما نفعش تقطع يكون جنب تقطع لو فيه تقطع جنب تقطع هيطفي السطح بتاع القمش فبالتالي عشان يعمل كده لازم يبعد التقطعات عن بعضها تقطعات السدم مع اللحمة فبالتالي عشان يعمل كده لازم عملية حسابية عشان يقدر يطلع التقطعات الاول بعد كده يبدأ يرسم ويشوف الوضع ايه طب انا عندي هنا مجموعة من الانسجة ابسط الانسجة بتاعتي هو اطلس خمسة ابسط نسيج اطلس هيكون اطلس ايه خمسة طيب اطلس خمسة ده بيحتاج خمس فتل وخمس لحمة بيتقطعوا مع بعض عشان يطلعوا النسيج وده هنشوفه ان شاء الله على الورقة المربعة طيب مفيش اقل في اقل بس مش هكون منتظم هيكون غير منتظم مش غير منتظم في الشكل بس لا ده كمان غير منتظم في طريقة حساب العدة او طريقة وضع العلامات على سطح المنسوج يبقى هنا عندي اطلس اربعة نسيج بسيط غير منتظم اطلس خمسة نسيج بسيط او نسيج اطلس منتظم اطلس ستة موجود بس غير منتظم للأسف اطلس سبعة وهكذا كل البقية بعد كده ايه منتظم انا عندي اطلس اربعة واطلس ستة اطلسين غير منتظمين بداية من اطلس خمسة وفوت ستة وامسك من سبعة كده لغاية لما انت عاوز كل دي اسمها اطالس ايه منتظمة طب يعني ايه منتظم ويعني ايه غير منتظم منتظم يعني لو عدة اقدر احسبها منتظم حتى في وضع العلامات سبتة ما فيش ايه تغيير غير منتظم انا بحط العلامات بشكل معين بوضع معين بنظام معين النظام ده مش ده الطبيعي اللي بعمل به اطلس عشان كده بكونوا عليه ايه غير منتظم غير منتظم في الشكل غير منتظم في وضع العدة غير منتظم حتى في الحسابات غير منتظم في اي حاجة انت ممكن تتخيلها تمام فبالتالي انا كده محتاج ان انا اتكلم عن الاطلس المنتظم الاول قبل ما اطلع لمشكلة اطلس اربعة واطلس ايه ستة الاطلس المنتظم او الاطلس عموما اللي لازم له فيه قعدة لحساب العدة قبل ما اعمل التركيب الناسجي على برق المربعات محتاج ان انا اعمل العدة يعني ايه عدة هي مجموعة الحركات اللي هتحرك بيها عشان احط العلامة التانية بعد ما وضعت بداية اول علامة الحركة دي او العدد العلامات دي وحركتها طبعا تتحرك في ايه اللي مقلوب فعشان اتحرك بالشكل ده محتاج يكون معايا رقم عشان اتحرك به والرقم ده هيكون سابت بداية من هنا هيكون فيه الانتظام بقى اطلس خمسة بعدة تلاتة يبقى واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة كل ما اعمل علامة اعمل اعد كام واحد اتنين وفي التالتة حط العلامة جنبها واحد اتنين وفي التالتة حط العلامة جنبها او بعدة اتنين واحد اتنين حط علامة واحد اتنين حط علامة انت منتظم بعدد العلامات اللي انت بتعدها وبتحط جنبها فبالتالي انا هنا من ناحية دي بقول انه ده منتظم ده نمرة واحد. طيب جبت منين اتنين وجبت منين تلاتة. اشمعنا اتنين واشمعنا تلاتة? وهل وانا بشتغل في التصميم مرة اعمل اتنين مرة اعمل تلاتة? لا. احنا قلنا منتظم. يا تشتغل بالاتنين يا تشتغل بالتلاتة. لكن مرة اتنين مرة تلاتة ابقى انت كده دخلت في حاجة تانية خالص. ما فيش انتظام كده مش ده النسيج اللي انا عايزه. طيب نرجع بقى للحساب العدة. ازاي بحسب العدة على ابسط النسيج. واكبر نسيج. هنعمل هنا عدة لاطلس عشرة. وهنعمل عدة لاطلس خمسة. وهنعمل عدة لاطلس اتناشر. مسلا. هنجرب كده نشوف احنا هنعمل ايه? تعالوا كده نشوف الكلام ده هنحسبه ازاي وهنشتغله ازاي. هنا طبعا احنا مش هنرسم. احنا دلوقتي هنكتب قبل ما نطلع ليه الرسم. هيقول لي هنا اطلس عشرة. اطلس عشرة. بكتب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تتسعة عشرة. اطلس خمسة هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اطلس اتناشر هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. تمام كده? طيب اول خطوة هنشتغل مع اطلس خمسة. اطلس خمسة القعدة بتاعتي اول قاعد عندي بيقول لي اشتب الرقم الاولاني والاخير وقبل الاخير. وشوف الارقام اللي اتباقت دي. تقبل الاسم على خمسة ولا لا? خمسة تقبل الاسم عليها ولا لا? يعني خمسة تقبل الاسم علي اتنين? لا. تقبل الاسم تلاتة لا. يبقى دي عدة. ودي عدة. طيب اطلس عشرة هنشتب الاول والاخير وقبل الاخير. دي قعدة. نشتب الاول والاخير وقبل الاخير. تمام كده? وشوف العشرة تقبل على الاتنين? آه تقبل على الاتنين. اشتبها. وشي المضاعفات الاتنين. اتنين اربعة ستة تمانية. عشر تقبل اسم على التلاتة? لا. تبل اسم على الخمسة? اه. شيل الخمسة. مضاعفات الخمسة عشرة. يبقى اطلس عشرة عدته تلاتة وسبعة. اطلس اتناشر. هنكمل نفس القاعدة. هنشيل الاول والاخير وقبل الاخير. تمام كده? طيب. بعد ما عملتي كده. اتناشر تبل اسم على اتنين. ايوة. نشيلها. ونشيل مضاعفاتها. اتنين. اربعة. ستة. تمانية. عشرة. اتناشر تقبل اسم على التلاتة? ايوة. هنشطبها. مضاعفات التلاتة. تلاتة. ستة. تسعة. اللي هيتبقى عندي? خمسة. وسبعة. اتناشر متقبلش اسم على الخمسة. متقبلش اسم على سبعة. يبقى دي العدى بتاعتي خمسة وسبعة لنزيج اطلس اتناشر. واطلس عشرة تلاتة مع سبعة. واطلس خمسة اتنين مع تلاتة. طيب. هنرسم بقى ازاي? هي دي هتكون المشكلة بقى. نبدأ نرسم ونشوف انا لو حبيت ارسم اطلس خمسة هعمل ايه? تعالوا كده نشوف اطلس خمسة هنرسمه ازاي? اطلس خمسة بيحتاج خمس مربعات في خمس مربعات. هاجي هنا على المسطح اللي قدامي المربعات. طب انا باجي ارسم على المربعات. بخلي بالي اني انا يكون معي مساحة قدر اشتغل. طبعا هنا عشان الطباعة طبعا جايبها الاطار الابيض اللي فوق ده ملناش علاقة به. لكن لو بتيجي تاخد ورقة بتكون كلها مربعة. طبعا بيكون فيها اطار ابيض بس انت عشان اللوحة بتاعتك بتكون بالشكل ده. فبالتالي بتبقى اه فيها مناطق بيضة. طب سيبنا من مناطق البيضة وتعالي نتكلم بقى مربعات. اطلس خمسة هيحتاج خمس مربعات في خمس مربعات. هنيجي في زاوية في الورقة كده ونعملها. ادي اول علامة عندي. هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. طبعا في عدة بالشكل ده. ممكن اعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وحط العلامات. بس انت الطريقة اللي ريحك تقدر ان انت تشتغلها مش هنجبرك على طريقة معينة. بعد ما حطينا العلامات بعد ما حطينا علاماتي على الحدود بتاعتي. بابدأ ان انا احط اول علامة عندي. اللي هي علامة رقم واحد. اللي هبدأ منها العد. دي العلامة اكرم واحد. العلامة رقم واحد لما اتحطت. انا عندي طرقتين في العد. ياما اعد في الاتجاه السدى. ياما اعد في اتجاه اللحمة. اذا عدت في السدى كمل سدى. للنهاية. اذا عدت في اللحمة كمل اللحمة للنهاية. طيب. تعالوا نجرب هنا اول علامة. اما اخرجش عن الحدود دي. اما اخرجش عن الحدود دي. وانا بعد بالطول. رقم واحد اتحطت. اعد منفق ايها بقى واحد. انا هنحط هنا العلامة بس اول ارقام. لكن في الطبيعي ما بحطش ارقام. اتنين. انا هشتغل بعدة اتنين. هلون هنا. ادي كده علامة. فوق العلامة بتاعتي. واحد اتنين. حط العلامة هنا. مفيش مكانة عدي هنا. انزل تحت. نفس الصف. فوق الخط الاحمر. واحد اتنين. وحط العلامة في المكان ده. فوق ايها. واحد اتنين. هنحط العلامة في المكان ده. هل ان العلامة الاخيرة اللي اتحطت دي. هي العلامة رقم خمسة في النسيج بتاعي. وصلنا للحفة بتاعة التصميم. في الحالة دي كده انا كده خلصت التصميم. ادي عدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خد بالك من العلامات بقى. العلامة بالعرض هي علامة واحدة. بالطول هي علامة واحدة. لو بصينا حتى عليها بالورب هنلاقيها علامة واحدة. كذلك هنا برضو بالطول واحدة. بالطول وبالعرض واحدة. وبالورب واحدة. تمام؟ بالورب كده او كده هتلاقيها واحدة. فما فيش اي علامة مش تركة مع العلامة بتاعت اللي انا حطتها في اي اتجافة. خالص. فبالتالي هي علامة موجودة في منطقة معينة. وجود العلامة في المنطقة المعينة دي بيسمح لها ان هي تكون جنبها العلامات الباقية بقى لو انا اخدت الحاجات دي بلون تاني هتبص تلاقي ان المنطقة دي بقت فيها كمية آآ لحمات مسلا بالعرض ده. ولو اللحمات من خامة بتلمع هتلقى لمعة الستان او لمعة الاماشة كبيرة. طب انا هنا عدة الاول في اتجاه ايه? في اتجاه السدى. تعالوا نعمل نفس التصميم بس نعده في اتجاه اللحمة. طبعا احنا قلنا فيه طريقة عد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة قدي العلامة بتاعتي وهنا واحدة وهنا واحدة. ده اسرع بس للي بدأ يفهم وبدأ الموضوع يكون سهل معايا. هنحط اول علامة طبعا هنا العلامة او العلامة بتحط دي معناها ان السدى فوق اللحمة. يعني العلامات الباقي دي كلها تكون لحمة. العلامة السدى قلنا هنعد في اتجاه اللحمة واحد اتنين وحطه فوقيها. وانا شغال كده ما اخرجش برا الحدود دي ولا دي. الجنبين دول ما اخرجش منه. تمام كده? هنعد واحد اتنين وحط العلامة فوق. مفيش مجالة عدة هنا. اجرع في نفس الصف من وراء. واجي عند الخط الازرق اللي نعمله ده. واكتب واحد اتنين. يبقى العلامة هنا. واحد اتنين. يبقى العلامة الاخيرة هنا. اللحظة ما فيش فرق بين الشكلين. العلامات بعدت عن بعضها. الفرق الوحيد ان هتلقى هنا مثلا عدة اتنين بالعرض كانت تلاتة بالطول. يعني عدة تلاتة بتدي اتنين بالعرض. فانا هنا عديت بعدة اتنين في اتجاه اللحمة. هتلاقي اللي قبلي اللي انا لسه رسمه عدة اتنين في تجاه السيدة هتلاقي عدة تلاتة في تجاه اللحمة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. اتنين تلاتة. اتنين سدة. وده عدة. ده عدة. اتنين سدة. وده عدة اتنين لحمة. تمام كده? طيب انا كده عرفت وفصلت العدتين عن بعض. انا كده خلصت التصميم بتاعي اه. طيب لو عايز ارسم تصميم اكبر. تصميم اطلس مثلا من الاطلس احنا اتكلمنا عليها. قلنا مثلا لو عملنا اطلس عشرة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. عشرة لغاية هنا. يبقى معايا لغاية هنا. ومعايا لغاية هنا. اطلس عشرة. اطلس عشرة بعدة تلاتة. هنحط هنا العلمة رقم واحد. الشكل ده كده. وماعد في ايها تلاتة. واحد اتنين تلاتة. احنا قلنا احنا بنحط الارقام بس عشان نعرفها. لكن في الحقيقة ما تحطش ارقام على التصميم. هنحط العلمة هنا. وانا شغال القاعدة بتاعتنا ما اخرجش من هنا. ما اخرجش عن التصميم هنا. ما اخرجش عن واحد اتنين تلاتة. حط العلامة هنا. واحد اتنين تلاتة. طبعا عرفت ما نزلت تحت ليه لان ما فيش مجال فوق للحوضة العلامات. هنحط العلامة هنا. واحد اتنين تلاتة. العلامة مكانها هنا. واحد اتنين تلاتة. بكمل بقى عادي على طول. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وعلامة. طبعا بخلي بالي من العلامات لان مشكلتي لو غلطت في علامة هتطر اعيد التصميم بالكامل. مالوش علاج. علاج الوحيد لو جبت قلم الكلور وانت بتشغال بقلم بقلم فلو مستر. تقدر تعالج بس برضو بتعمل بعض المشاكل. هاللحظين ان احنا مشينا بالعدة بتاعتنا عدة تلاتة زي ما اتفقنا. العدة بتاعتنا قدت ان العلامات كلها كل علامة وحيدة في الصف. وحيدة في العمود. مفيش حاجة جنبها. بالورب هتلاقيها برضو بنفس النظام. بعض العلامات هتلاقي خلاص مدام التصميم بدأ يكبر هتلاقي بعض العلامات في الورب بقت مكررة. بالشكل ده كده. اللي يهمني ان بالطول وبالعرض تكون العلامة واحدة. بعد ما تكتر في التصميمات هتلاقي بعد كده حصل ان التصميمات بقيت مشاركة بعضها في قلب الورب كمان. طيب اعنا كده رسامة التصميم بتاعي. هل كده التصميم خلص? اه كده التصميم خلص برضو. اي تصميم هيترسم بالشكل ده هيخلص بالشكل ده. بس هنا عدة تلاتة بالشكل ده. هتلاقيها بص بقت عدة كم في اللحمة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. واحد اتنين وهي كزا. فانت العدة اللي تعملها بالطول ممكن ما يقابلهاش نفس العدة بالعرض. فنخلي بالنا من الحتة دي. مش هتأثر معايا كتير. بس انا لازم التزم وانا برسم التصميم بتاعي التزم باللي طلبوا مني في المسألة. هو طالب مني العدة في اتجاه السدى ولا في اتجاه اللحمة. عشان كده ممكن يجي يقول لك ايه? نستخدم بقى الجزء الابيض معانا. يقول لي ارسم. سنسيج. اطلس. تمانية. مكرر. مرتين. كلا اللي تجاهين. اطلس تمانية. يعني اول حال كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة السبعة تمانية. هو هنا كتب عدة لأ انت احسب العدة. كنا بنشتغل ازاي بنشط بالاول والاخير وقبل الاخير. تمانية تبل اسم على الاتنين ايوة. مضاعفات الاتنين اتنين اربعة ستة. تبل اسم على التلاتة لأ. تبل اسم على الخمسة لأ. ازا العدة بتاعتي هي تلاتة وخمسة. اختار عدة منهم وابدأ اشتغل التصميم بتاعي. بس خلي بالك هنا التصميم مكرر مرتين كلا اللي تجاهين. في حالة التكرار بكتب فتل. دي الخطوة رقم اتنين. لحمات. تمانية تمانية. مكرر مرتين هنا ومرتين هنا. يبقى هنا ستاشر وهنا ستاشر. يبقى التصميم بتاعي يبقى بالطول ستاشر وبالعرض ستاشر. تمام كده? احنا عرفنا المساحة وعرفنا التمرين وعرفنا حلو. تعالا بقى هنرسمه ونشوف هيترسم ازاي? هنحدد عن مساحة دي ستاشر في ستاشر. الستاشر في ستاشر احنا هنعملهم دول هنقسمهم لتكرارات. التكرار عندي تمانية في تمانية. لما باجي ارسم الاطلس هتقابلني مشكلة في التكرارات. لازم ابقى عارف لو انا عندي العلامات بقى بدأت تشترك مع بعضها في الميل. في الجزء الميل. بابقى عارف وده ينفعنا اكتر كاملة بنجي نشتغل لوحات الرسم الفني في آآ سنة تانية. بعرف التقاطعات بتاعة العلامات موجودة فين? وبابدأ ارصها. يعني في بعض الاحيان مثلا اطلس مثلا اطلس اربعة. لما باجي اوزعه هو علامتين على علامتين طبعا لما نجي نشوفه. اطلس خمسة بعده بنشتغل عليها بصلا ايه? علامة فاضية علامة مليانة علامة فاضية علامة مليانة وهكزا. هتلقى الورب او الجزء الميل ده بيساعدك اكتر في الرسم. وفي عمل التكرارات وخصوصا بدلا ما انت هتقسم زي احنا هنعمل دلوقتي. يعني في طريقة تانية لما بنجي بقى نعمل لوحات الرسم الفني بنشتغلها عشان نقدر نرسم اكبر كم من الاطالس في اقل في في المساحات الكبيرة. وفي اقل وقت. طيب تعال بقى نشوف لما نيجي نرسم اطلس تمانية اصلا في المساحات المفتوحة. او في الاجزاء اللي هي البسيطة. اللي هي مساحة بتكرار في او بتكرارين في بعض. بتكرار في تكرارين في السيدة وتكرارين في اللحمة. لما يكون مساحة هنا صغيرة انا هعمل ايه? تعال كده نشوف هنعمل الموضوع ده وهنحله ازاي? هو هنا قال لي ستاشر في ستاشر. هنبدأ نحسب بقى ستاشر في ستاشر بتاعتنا. هنيجي هنا في زاوية في الورقة. ونقول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. عملناها بالعرض كمفروض نعملها بالميل عشان تكون اسحل لنا. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. بيبقى هنا على طول وصدها هنا. رسم. قال لك بس المساحة اللي قدامك دي اللي هي ممكن مش بوضحها لكم على الورق اكتر. هنتقل هنا شوية كده عشان توضح بس العلامات. ان انا شغال هنا. طبعا انت ما تعملش كده في الورق بتاعك. انا وضحتها بس عشان اتقل لك تشوف الدنيا رايحة فيه. طب لما عملت العلامات دي كده بس دي ستاشر في ستاشر. لو حد مش فاهم وحط العلامة الاولى هنا. وبدأ يمشي. بعدة تلاتة فهو هيعمل اطلس ستاشر بعدة تلاتة. غلط. بازت المسألة. ده اطلس تمانية. يعني تكرار الواحد مساحته تمانية في تمانية. يبقى ازا لازم تقسم المساحة اللي قدامك دي لتمانية في تمانية. فهنا هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمانية هنا لغاية هنا. هروح هنا مقفل خطي كده انا هتقل الخط برضو عشان تشوفوه. لكن طبعا ده غير مستحب في الامتحانات وفي شغلنا. بس موجود بس عشان تقدروا تلمحه. وهنا بالطول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. برضو هنتقل كده الخط العرضي عشان نقول لك الدنيا ماشية ازاي. مفروضة بقى هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. وبالطول برضو نفس المشكلة هنا وهنا وهنا وهنا. لما اجا اشتغل بقى. لما اجا اشتغل هخلي كل مربع منهم بيشتغل فيه اطلس تمانية. الى ان اعرف الفرق ما بين العلامات هيبقى عاملة ازاي? تعالوا نمسك اول تكرار. ودي اول علامة. واحنا قلنا بعدة تلاتة ادي واحد اتنين تلاتة. حددنا الاتجاه? لأ اشتغل سدة. بدا ما حددناش الاتجاه اشتغلها سدة. واحد اتنين تلاتة هنا بقى هنشتغل من غير ما نحط ارقام. واحد اتنين تلاتة. واحد ما كملش. انا وصلت للخط. واحد كده ما كملش. ما عديش الخط الاحمر. انزل تحت على طول. اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. طب انا عرفنا ان عملت كده ليه? واحد اتنين تلاتة. تمام? حطينا العلامات. هتلقى العلامات كده وغدة كده زي ايه? زي شكل الوردة حوالين بعضها. لاحز بقى هنا في اطلس تمانية ايه? لو جينا بصينا الاطلس تمانية كده هنلقى بالميل العكسي. هنلاقي. كل علامة موجودة. بينها وبين العلامة اللي بعدها في الجنب الميل او في الاتجاه الميل العكسي ده. علامة فاضية. ادي علامة. ودي فاضي. علامة فاضي علامة فاضي. انا عشان اشتغل لازم اعمل اول تكراف. عشان اقدر اشتغل. انا طبيعي هنا هقول دي شغالة دي فاضية دي شغالة. دي فاضية دي شغالة. تمام? مع عنديش مجال هنا عشان اشتغل عليه فبالتالي ما اناش عارف. هنا هيكون في ايه? بس انا عارف ان هنا بالعرض او بالميل هنا انا شايف انه فوقيها واحد اتنين تلاتة. يعني انها لو جيت فوق العلامة دي عدت واحد اتنين تلاتة. فالعلامة بتاعتها تبقى هي رقم اربعة هنا. دي العلامة بتاعتي. واروح مكمل سيب واحدة واحدة سيب واحدة واحدة. وهكزا. بس دي طريقة للرسم الفني. ما تنفعش عندي في التركيب. بس يا شغالة. الشاطر يقدر يعملها. لو في عدد تكرارات كبيرة. عشان ما هنسى كل اللي انا قلته في الجزئية بتاعت فاصل العلامات ده. وهبدأ من اول وجديد هنا تكرار جديد. واعد التلاتات بتاعتي. زي ما انا. اه جت هنا طبعا في العلامة بتاعتها صحيحة. واحد اتنين تلاتة. جت برضو في علامة العلامات اللي انا كنتم اختارها. واحد اتنين تلاتة. جت واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. كده انا عملت التكرار رقم واحد. والتكرار رقم اتنين. تكرار رقم تلاتة واربعة. اقدر اكملهم كده اقدر. بس انا بفضل وانت في البداية. لا. حط العلامة الاولى زي ما هي. وعد واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. لو لاحظنا انا ابدأ شغال جهو مربع واخرقش عنه. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. دي العدل اللي احنا شغالين بيها. ما زلنا شغالين هنا مفيش. ابدأ عد واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. خلصنا اتكرار رقم تلاتة او رقم اتنين في اتجاه السيدة. بيلي تكرار هنا في المنطقة الفاضي. اعمل تغل عليه من اول وجديد. على ما الاولى. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. وهكزا. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة. كده. التكرارات كلها اتعملت. التكرار رقم واحد رقم اتنين في اتجاه اللحمة. تكرار رقم واحد رقم اتنين في اتجاه السيدة واحنا شطار وبعدنا نعرف الاتجاهات بتاعتنا وعرفنا ان هنا واحد هنا اتنين هنا واحد هنا اتنين ده لحمة ده السيدة كده احنا وضعنا التكرارات بتاعتنا وعرفنا التصميم بتاعنا رايح فين تمام كده كده التصميم كتصميم خلص عشان نشوفه بقى على الورق بشكل افضل او نشوفه مشابه للقماش محتاج مسلا اخد تكرار منهم واشتغلوا مظهر سطحي عشان نعرف المظهر السطحي كمان بس برضو ما زلنا برضو معرفناش اللا ايه وربط الدوس لتصميمات ده بيتم ازاي? لقي التصميمات ده دايما بيكون على الصف. طب تصميم زي ده مثلا لو جينا طبعا بعد العلامات اللي احنا حطناها دي محتاج لتمن درقات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية هناخد الدرقات بس هنبعد مسافة كبيرة عن التصميم بس عشان خاطر العلامات اللي احنا حطناها. اللا لقي ممكن نعمله باللون الاسود. بس هنا مفروض علامة اكس طبعا احنا مش نعمل هنا علامة اكس هنلاهو المربع كله. بالتالي هنا عندي الفاتلة الاولى في الدرق رقم واحد. فاتلة التانية في درق رقم اتنين. التلتة في تلاتة الربعة في اربعة. خمسة في خمسة ستة في ستة. سبعة في سبعة. تمانية في تمانية. طيب اللي بعدها رقم تسعة شبه واحد. تتحط في واحد. عشرة شبه اتنين. حتاشر شبه تلاتة اتناشر شبه اربعة. تلتاشر شبه خمسة. ونيجي نبص. تلتاشر سيب واحدة ملون واحدة. سيب واحدة ملون واحدة. وهكزا. نكمل. كده نلاقي خلص. روباط الدوس تكرار واحد من التصميم. هيجي هنا في المساحة لجنب التصميم. هيبعد مسافة كبيرة عشان خطر التصميم بتاعي والخطوط اللي انا عملتها حواليه. وهاجي مسلا ممكن اشتغل من هنا. تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هشتغل بنفس من التصميم شغال. هنحط طعم باللون السود اللقية بتاعي ورباط الدوس بيكونوا باللون السود. اما التصميم بيكون بالالوان ويفضل طبعا اشهر لونين هو الازرق والاحمر. العلامة الاولى وعدي تلاتة. انا شغل تلاتة بالطول ايوة. واحد اتنين تلاتة. 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 واحد اتنين تلاتة اخر علامة. تعم كده? ده كده اللقية ورباط الدوس لنفس التصميم. بعيدنا كتير شوية على التصميم عشان هحطينا بس الشغل بتاعنا ده. لكن الطبيعه ان انا ببعد مربعين بس على التصميم. كان مفروض مكان اللاقي هنا ومكان روباط الدوس يكونوا في المنطقة دي. بس طبعا زي ما قلنا الشرح بعدنا شوية. لكن انت في الطبيعي لما هتشوفنا احنا بنرسم دلوقتي هتلاقينا بنشتغل آآ بالشكل ده. طيب. انا هنا عندي تمانية في تمانية. لو المساح هنا ستاش في ستاشر. هاخد لك روباط الدوس ده. وهكأنه تصميم وهعمله آآ مظهر سطحي. لو المساح مش مقضية طبعا هنشتغل آآ مع تصميم تاني خالص المظهر السطح. هنشوف هنا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر. ستاشر معي كمان واحدة يبقى سبعتاشر. نبقى نشتغلها هنا. نشوف بقابل عكس. آآ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خبستاشر ستاشر سبعتاشر. مكان هنا. التصميم بتاعي تقفل هنا. تمام? هنحط هنا علامات تقيلة برضه عشان اقول لك دي الحدود اللي انا عملت فيها المظهر السطحي للتصميم التمانية في تمانية. التصميم التمانية في تمانية ده بنقول التصميم التصميم في اتنين زائد واحد. يعني مسلا عندي اطلس بتاعي تمانية. يعني تمانية في اتنين زائد واحد. سبعتاشر. بالطول. تمانية في اتنين. زائد واحد بالعرض. يساوي برضو سبعتاشر بالعرض. عشان كده هو سبعتاشر بالطول وبالعرض. تمام كده. قبل ما اشتغل اي حاجة. هاجي هنا بآآ لون الوصاص طبعا هنا مش متوفر دلوقتي الوصاص لكن نحط ايه علامات خفيفة على الفتل بتاعتي. عشان انا بسيب اول صف فاضي ماليش دعوه به. واشتغل من تاني صف. وهكزا. طبعا انا مش عايزها تبان غير خفيفة جدا لان انا مش هستخدمها كلها. افروض لو لصاص جزء كبير منها هيتمسح. وهكزا للتمن فتل. هلقى هنا في تمن اعمدة هيظهروا قديني. وهقول لك بعد ما نعمل الاعمدة دي ايه اللي احنا مفروض نعمله? كده ادي العمود بتاعنا كمان ده. العمود دي هنا بيعبر عن فتلة. كده رقم سبعة لو عدينا وده رقم تمني. يبقى هنا عندي تمن فتل. انا هنا زي ما قلنا بس ايه? حاجة بس وضحت ان هنا في مشكلة. او وضحت ان هنا في فتلة. يبقى فتلة رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانين. تمام كده? طيب. هشتغل بقى اللحمة باللون اللي سود. ماليش دعا بالتصميم ده. ماليش دعا بالتصميم ده او يعني عموما السدة هيكون عندي باللون الاحمر زي التصميم الاساسي. بس شغال عليه. تمام? فالمساحة دي كلها هي اللي بعمل لها مظهر سطحي. مش بعمل التصميم كله. تمام كده? طيب هنا بقى هنخلي اللحمات باللون اللي سود وهاجي هنا عند ادلة اللحمة. سيب اول صف ومن تاني صف دي لحمة. حط العلامات البيضة كلها اللي في اتجاه اللحمة. ويسيب العلامات اللي انت ملونها من شوية. وتعال اشوف هنا. الفتلة فوق اي لحمة. يعني هي متقطعة هنا اللحمة نفسها. تحت ولا فوق مع اول فتلة? هي تحت اول فتلة. لكن فوق الباقي. يبقى ازا هي فوق الباقي. يا مفروك كنا عملنا كده. للاخر. تمام كده? هيجي عند اللحمة رقم اتنين. واعمل نفس الموضوع. ده موضوع استرشاد عشان تقدر تمشي بيه في اي تصميم. الصف التاني او اللحمة رقم اتنين مغطي فوق الفتلة رقم واحد واتنين وتلاتة وسيب اربعة. مغطي فوق الفتلة رقم واحد والفتلة رقم اتنين والفتلة رقم تلاتة. وهيسيب اربعة دي ويغطي الباقي. بسلت كده? انا عايز اوصل لك ان انت ازاي بتنقل العالمات. طيب الصف اللي بعد كده. هنلاحظ لو احنا برضا عملنا مشينا بنفس النظام. النظام ده بيرايح في البداية بس كتعليم. بعد كما ايدك بتاخد على الشغل بتقدر ان انت تلون زي ما انت عاوز. رقم تلاتة. مغطي الكل ما عادة قبل الاخيرة. اللي هي رقم سبعة. يعني مغطي واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة. وهيسيب سبعة ويغطي تمانية. او تمانية لونها ابيض. تمام كده? طيب اللي بعد كده نمشي بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها. وان احنا بنمشي واحدة واحدة مع بعض. عشان خاطر نقدر نرسم التصميم بالشكل المطلوب. انا هنا في اربعة قال لي سيب غطي على الاولى لحمة. ويسيب رقم اتنين وغطي على الباقيين. معك. انا هنا خرجنا بس برد تصميم معلومة مش مشكلة. تمام? هاجي هنا برضو اللي بعدها بنفس الطريقة. قال لي ايه? نغطي فوق واحد واتنين وتلاتة واربعة. ادي واحد واتنين وتلاتة واربعة. سيب خمسة وغطي على الباقي. تمام كده? اللي بعدها? حط العلامات البيضة زي ما اتفقنا. دي اصل طريقة عشان تقدر تسلسل بها المظهر السطحي. كله معادة الاخيرة. غطي على كله. اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سيب الاخيرة. اللي بعد كده. حط العلامات البيضة زي ما اتفقنا. نرجع له هنا. هو قال لي غطي على واحد واتنين وسيب تلاتة بس. غطي على واحد واتنين وسيب تلاتة وغطي على الباقي. هو مش عايز الباقي. تمام كده? طيب. اخر لحمة. واحد اتنين تلاتة. يعني طبعا هنا ما فيش فتر انا بحط علامات البيضة بس. نرجع له هنا هو بيقول لي ايه? سيب واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة. وايه? معاك رقم ستة هي اللي عليها الدور. يبقى نغطي على واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة وسيب دي وغطي على الباقيين دول. كده المظهر خلص في وضع علامات الايه? اللحمة. تعالي بقى على وضع السدى بقى بعد ما انا كنت كنت عامل الوندكات الضعيفة. هبدأ بقى في الجزء الخاص بالسدى هبدأ اتقل الالوان بتاعتي او احط لون في المنطقة الفاضية. عشان يبين بالشكل ده كده الفتلة بتاعتي. كده انا بشطب التصميم بتاعي او بقفل المظهر السطحي طبعا. بقدر الامكان بنحاول احنا نغطي اكبر كمية عشان يبين. كده اللون تقريبا باين شوية على قد ما نقدر. يعني احنا حتى لو سيبناه بوضعه العادي هيبين برضو. بنحاول بس ايه? نوضح لكم الموضوع مش ازاي. هنا هو ده المظهر السطحي بس. لسه ما عملناش له الكطاعات بتاعته. طب الكطاع بيعبر عن ايه? بيعبر عن تعاشق مجموعة فتل مع لحمة او مجموعة لحمات مع فتلة. عشان يعرف مين فيهم بيتحرك فوق التاني. كده وضعنا الالوان بتاعت الس ده. في مكانها عشان يوضح لي مين بتحرك فوق مين. بالشكل ده كده. حاولي نخف اللون بس عشان خاطر يبين عندكم. طبعا عشان مشكلة الايه? الالوان. بالشكل ده كده. بقفل التصميم بتاعي. قفلنا كده. وظهر معايا. وبكده بقى التصميم بتاعي جاهز لان انا اعمل القطاع. تمام كده? كده انا رسمت المظهر السطحي بتاعي من التصميم الاساسي. وعرفت ان انا انقل التصميم الاساسي بشكل اه معين وقددت كمان ان اعمل حسبة بتاعتي واطلع الشكل بتاعي بالشكل المطلوب. طيب تعالي بقى على القطاع. انا هنا عملت المظهر السطحي وعرفت ان شوفنا مع بعضينا كده ماشيين واحدة واحدة زي عشان اوصل لشكل انا وصلت له. طيب القطاع زي ما قلنا هو بيحرك مجموعة فتل مع لحمة او مجموعة لحمات مع فتلة. تعالي نشوف قطاع السدى وقطاع اللي احميت الاسم ازاي? يمكن هنا طبعا المساح عندي اه جزء ما عملناش حسابنا في الجهة الشمال. نقدر نيعكسها بس المرض اللي كانت الطبيعي هنشتغل في الجهة الشمال. او هنحاول نعملها في الجهة الشمال. تعالي بنشوف هنعمل القطاعات دي ازاي? اول حاجة تحت الفتل بلون الفتلة دوائر. ده انا هقطع في السدى. وبلون اللحمة هشوف اللحمة تحت الاولى. وفوق البيعي. ده قطاع الايه? قطاع السدى. طيب قطاع اللحمة. جنب كل لحمة هنحط دايرة. بالشكل دا. وهاجب الفتل وهقول فوق الاولى. بالشكل دا كده. وتحت الباقي. بالشكل دا كده. اتمنى تكون واضحة. تمام كده? يبقى هنا الفتلة طلعت فوق اللحمة الاولى. واختفت تحت اللي بقيت اللحمات. هنا اللحمة بتاعته نزلت تحت الفتلة الاولى. وطلعت فوق كل الفتل. ده شكل القطاع. كده احنا عملنا التصميم. بلاقيه وربط دوسه ومظهره السطحي وقطاعاته كمان. طب انا كده دخلت في الاطلس بتاعي بالشكل الكويس. طيب. اشتغل بقى ايه بقى بين الاتنين? ايه هفصل بين الاتنين? هفصل بين الاتنين لو انا اتكلمت وقلت وانا باشتغل الحلقة بتاعتي كده دلوقتي. وبقول ان انا هشتغل او اشتغلت النسيج الاطلس العادي. تعالوا نشوف النسيج الاطلس الغير منتظم والفرق بينه وبين العادي. النسيج الاطلس الغير منتظم احنا قلنا عندي اطلس اربعة. اطلس. اربعة. واطلس. ستة. تعالوا جرب الاطلسين دول. اطلس اربعة هو واحد اتنين تلاتة اربعة اه اربعة بس. واطلس ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اطلس اربعة لو شطبت الاول والاخير وقبل الاخير الاربعة تقبل اسمع الاتنين. اطلس ستة لو شطبت الاول والاخير وقبل الاخير. ستة تقبل اسمع الاتنين مضعفات الاتنين اربعة. ستة تقبل اسمع التلاتة. مفيش عدة زهرت معي. يبقى الاطلس ده له وضع لازم احفظه والاطلس ده له وضع لازم احفظه بحفظ ده ازاي? بقول انا عندي عدة تانية اما اولى تانية ربعة تالتة او اولى تالتة تانية ربعة. اطلس ستة واحد تلاتة خمسة اتنين ستة اربعة. عشان ابيد العلامات عن بقى. ولو عدة تانية برضو احنا بنرسم ممكن نزهرها. تعال نشوف اطلس اربعة هترسم ازاي هنرسم بالاسود هنقول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. تمام? هنحط العلامة الاولى. اولى تانية ربعة تالتة. هنعمله هنا مرة تانية بالعدة رقم اتنين. اولى تالتة تانية ربعة. دي عدة ودي عدة. دي اطلس اربعة. اطلس ستة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. تمام? كده. هنحط العلامة الاولى. وقال لي اولى. وبعد كده التلاتة. بعد كده خمسة. بعد كده. هنعمل اتنين. بعد كده ستة. بعد كده اربعة. العلامات باعدة عن بعض. تمام? ممكن نعملها بقى بالزوجة اولى اه ربعة وهكزا وبرضو هنقدر. المهم ان انا بحط العلامات ابعدها عن بعضها بقدر الامكان. تمام? الاطلسين دول شازين. ما اقدرش نتعامل معهم بغير بالشكل ده. فبالتالي هشتغل عليهم بالحفظ العدة بتاعتهم. اقدر هنا قراروا اكتر استخدام هيكون اطلس اربعة. بجميع اشكاله. الشكل ده او الشكل ده. بس هنا احنا متكلمنا برضو ما زمنا نتكلم عن الاطالس اللي جاية من السيدة او العلامات الموجودة دي علامات السيدة. في اطالس بقى بعد ما عرفنا الفرق بين الاطلس المنتظم وغير المنتظم. في حاجة اسمها اطلس اللحمة. اطلس اللحمة هو اطلس اللحمات هي اللي بتظهر اكتر. مش السيدة. بمعنى اصح كده لما بتيجي تشوف الاطلس بتاعي انه هنا بحط علامة. لا العكس بقى. ده انا هسيب علامة وهلون الباقي. زي ما كنا شغالين كده في المبرد كنت بعمل مبرد سيدة ومبرد اللحمة. مبرد سيدة بعلامة بسيطة. مبرد اللحمة بكل العلامات هي متلونة وبسيب علامة واحد. تعالوا نشوف لو جينا نرسم اطلس اه اربعة بالنظام ده يبقى شكله ازاي? او حتى لو كبرنا الاطلس بتاعنا واشتغلنا في اطلس اكبر مثلا. نعمل مثلا اطلس اربعة اطلس ستة اطلس خمسة. هنشوف لو اشتغلناهم لحمة هنعملهم ازاي? طبعا احنا عارفنا العدات. فبالتالي احنا عارفين هنرسم بعدك انا. تعالوا نشوف او نجرب كده اطلس اربعة اول واحد. هنيجي هنا على المربعات وهنقول اربعة في اربعة بالشكل ده كده. اتنين تلاتة اربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. تعالوا كده على الورقة مع بعض عشان نشوف المربعات. هنا بقى مش هنحط العلامات الاول. هنحط علامات مخفية الاول. تعالوا كده عشان نرسم ونشوف هنحطها ازاي? هنحط العلامة الاساسية بتاعتي. اولى تانية ربعة تالتة. نقط. المربعات اللي فيها نقط مجيش ناحيتها. بمعنى اصح. لون الباقي. بالشكل ده كده. لون الباقي. بالشكل ده كده. كده انا قفلت التصميم بتاعي وخليته لحمة. طب لو جالي اطلس خمسة. هاي اطلس خمسة برضه بقى خمسة في خمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. نعارفين اطلس خمسة وعارفين عدته. انا هنا هشتغل العدة بنقط الاول. واحد اتنين واحد اتنين. اللي في النقط مش هجي ناحيته. واحد اتنين. واحد اتنين. انا حطيت العلامات بتاعتي كده. وتشكرين للعلامات اللي اتحطت. هبدأ اقفل التصميم بتاعي بالشكل ده كده. صعبة. كده انا قدرت ان انا اعمله من غير ما اخد مجهود. واعد عد العلامات. واشوف المربعات اللي متلونة عندي ايه. والفاضية عندي ايه. بقى اطلس لحمة. نقدر نعمل اطلس عشرة بالشكل ده. نقدر. واحد اتنين اطلس لحمة اطلس. اطلس لحمة 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 اطلس لحم واحد اتنين تلاتة. حطت العلامات. يلا بقى نروح ملونين كل اللي تبقى من العلامات بتاعتنا. خلي بالنا عشان نبقى عارفين حدود التصميم. انا هنا مش شاف حدود التصميم عشان الالم. فهنا نوضحها ونبدأ ايه? نلون الباقي. طبعا هنا مفيش علامات بالشكل ده كده. لغاية هنا. وسيب دي. هنعمل كده. تعب اللون بسرعة. عشان احيان احنا فاهمين. بنلون ايه? خلي بالنا عشان ما ننخبطش في مربع من المربعات المطلوب ان احنا نسيبها. بالشكل ده بكل حرص. بلون طبعا انا بلون بشكل عشوائي شوية ممكن فيه اماكن بيضة زهرة من التصميم. بس احنا بنلون عشان بنلون على مربع كبير وبنلون بقلم كمان مش قلم عادي قلم عادي. فطبعا عشان ازر التصميم بالشكل المطلوب بتبقى مشكلة كبيرة جدا. طبعا لقي التصميمات دي برضو على الصف ورباط دوسها نفس التصميم. اي حاجة اسمها على الصف يبقى رباط دوسها نفس التصميم. طب هي ممكن تتلاقي بنظام تاني اه ممكن تتلاقي بنظام الاطلس. بس خلي بالك هيأثر عليك وانت بترسم الروباط الدوس وهتلاقي الروباط الدوس بيتحول من اطلس لمبرد. لانت هتحرك اطلس باطلس. فبالتالي الاطلس اللي معمول اطلس هيتحرك مبرد. فعشان اتفادى ده وما ملعبش في التصميم ولعب في اللقي وغير نظام اللقي دي بتبقى موجودة لو انا مسلا اشتغل على مكناة والمكناة كان آآ نظامها ده فانا بعد للنظام بتاعها من غير مغير الشغل بتاع المكناة. وتفضل مكناة شغالة وتطلع النسيج اللي انا عايزه بس مع تغيير رباط الدوس. فبالتالي فيه انظمة كترة جدا اقدر اعملها في اللقي بتاعي. لكن اخلينا على اللقي على الصف نسبتها. ورباط الدوس بيكون نفس التصميم. النهاردة اشتغلنا على الاطالس المنتظمة والغير منتظمة. قدرنا نشوف آآ ربطة آآ ربط الدوس والمزر السطحي والقطاعات الخاصة بالنوع ده من النسيج. ان شاء الله في الحلقات الجاية هنبدأ نشتغل على الامتدادات. نشوفك على الخير في الحلقات الجاية. والى اللقاء.